وزارة التربية والتعليم أصدرت قرار بمناسبة العام الدراسي الجديد قالت فيه أنه يبقى الرحلات المدرسية للمشروعات القومية والأماكن السياحية ما وراء القرار؟ إريتك للقرار؟ ده الوزارة عايزة إيه؟ هي طبعا هي عايزة لأن طبعا وزير عشان هو دكتور حجاز التربوي وعارف يعني إيه إزاي أنا أوصل قيم الولاء والانتماء بشكل غير مباشر ده من أهم عوامل تنمية قيم الولاء والانتماء أن الطفل يشوف الإنجازات بنفسه ما يسمعشه على تلفزيون ولا يسمع الناس اللي بتشتم ولا الناس اللي هي اللي بتمدح هو رحشب بنفسه بعينه آه بعينه وتشرح له قدامه فهو بقى هنا عنده ثقة في اللي بيسمعه وكمان عنده ثقة في المعرفة اللي بتوصله من خلال أي وسيلة إعلامية محايدة يعني عارف أنا شفت من غير محد يكذب آه دي مهم أول ويتصوروا في المكان ومع أصحابهم دي بقى البزقية دي بقى مهم جدا ده هدف الوزارة أنت عارفة زمان أيام كمان عبدالناصر أنا ما حضرتهاش يعني بس أنا عارفة ما حضرتهاش لا أولا يتلقيها حضرتها بس مش عايزة تقول على رحلات السد الحالي آه رحلات السد العالي يعني آه كان فيه رحلات بتوصل السد العالي ليه؟ عشان الناس وعشان الطلاب يشوفوا الإنجازات بتاعت الدولة علشان طبعا تعرفها كان فيه ناس كتير قوي بتعمل دعاية مضادة فلا أنت شفت بنفسك فتلاقي الجلده برضو مرتبط عطفيا أنا رحت ودي النترون في إعدادي ورحت لقصر وأسوان في سانوي ولما رحت لقصر وأسوان شفت البحيرة المقدسة وفضلت عمري كله ما رحتش لقصر إلا السنة اللي فاتت لكن فضلت عمري كله فاكرة أيوة الجملتين اللي قالهم المرشد أن البحيرة المقدسة حجم المياه فيها ثابت من أيام الفراعنة بصرف النظر عن التبخر وعن كذا ومحافظة على وجود فضلت المعلومة منوشة لا يمكن أن تنسيها في ذهني ما نستعيش أبدا لا يمكن أن تنسيها عشان كده التعلم والمعرفة من خلال الرحلات المدرسية ده يعني أقوى طريقة لاقتصاب المعارف لو أنا ابني ما بيحبش التاريخ لو أنا بنتي ما بتحبش الجغرافيا يعني أنت خديها بنفسك سيبت من المدرس خديها بنفسك وديها الأماكن التاريخية وديها المثلا في المعادي اللي هي في مكان كده في المعادي اللي هو نابر متحجرة وريها الأماكن يعني إيه صخور يعني إيه هضاب تشوف بعينها هتحب المادة يعني أصدقل لحضرتك أنه هو مش بس بينمي الولاة والانتماء لا ده بيوسع الأفق يبقى احنا قلنا هو أن الوزارة بالنسبة للمشروعات القومية عايزة الولاد يكتسبوا الإحساس بالثقة والمصدقية أيوه وبالنسبة للمشروع للأماكن والمقاصد السياحية والمتاحف عايزة منهم دي طبعاً دي طبعاً تنمية أنت لسا بتقولي هو لغاية دلوقتي فكرة بتحب المكان ده ولا لا؟ وبفخر شديد جداً فكرة المعلومة فكرة المعلومة لا وبتحب المكان مرتبطة بيها عن طفية طبعاً أنا عايزة الطفل يرتبط بكل الأماكن اللي موجودة في مصر بكل الأماكن السياحية بكل بقعة في هذه البلد هو الانتماء والولاء عبارة عن حب للأماكن طبعاً مش عايزة أكتر من كده مش عايزة أكتر وأنا كمان والله يعني انتماء والولاء والمصدقية والثقة في المستقبل وفي الدولة عشان كده الرحلات المدرسية مهمة دكتورة بوساينة في أسر لما تيجي تطلع رحلة في المدرسة عشان نكلمهم توجه لهم خطاب يعني يقولك لا شفتي فيلم آخر الرجال محترمين البنت تاهت أنا مش هبعت ولادي يتوه وارجع أقول لابني فين ففي أسر تخاف على عيالها تحرمهم من الرحلات وفي أسر تقولك بلاش كلام فاضي وتنزيع وقت خليك عوضي زكروا وفي أسر تقولك لا لا أنا هبقى وديهم أصل ابني ما يقدرش على التعب والمجهود والزحمة تقولي للأهالي دي كلها إيه؟ طبعا الرحلة المدرسية تختلف عن أن حضرتك تاخد ابنك أو بنتك لوحدك وتوديهم المكان ليه بقى؟ لأن في هنا علاقة جماعية بين كل الأفراد اللي في سنه في معلم بيشرح في بيبقى في عبارة عن لو هي خاصة لو هي مرتبطة بمنهج ما في المدرسة بيبقى في خطوات معينة المعلم بياخدها عشان يشرح تدريجيا المعلومة فهي هنا بيبقى ليها يعني جو تاني خالص بيبقى ليها اسلوب تاني خالص بيقدر المعلم لو هو حقيقي يعني عمل معد إعداد جيد للرحلة بيدي أكثر من معرفة في نفس الرحلة يعني ممكن تبقى معلومة تاريخية وجوارفية وكيميائية كل ده ممكن يصل للطفل فأنت ابنك مش بس بيستمتع لا ده ابنك هنا بيكتسب معارف ده ابنك هنا بيعنده قدرة على إن هو يشوف الحاجات اللي ممكن ما شوفهاش لوحده أو حضرتك ما عاربتش تورها له فمهم جدا الرحلات الجامعية السلوك هل وارد في الرحلات دي إن إحنا كمان بنعلم الأطفال مثلا سلوكيات إنسانية محببة يعني مثلا الأولاد يكلوا مع بعض إسم سنده وتشاتك مع صحبك يعودوا مش عارف إيه ده حيقع فده يسندوا يعني هل الرحلة بتبقى أيضا مصدر لتقديم سلوك أنا عايز الأطفال يشوفوه ويمارسوه طبعا لأن حضرتك زي لسه إعلانا مشوية إن ده عبارة عن تحرك جماعي أنا متحركش الواحدة أنا بتحرك وسط مجموعة والتحرك وسط مجموعة بيبقى ليه ضوابط إن أنا مزوقش زميلي إن أنا خلي بالي من زميلي إن إحنا أما نيجي نمشي نشوف فيه حد نقصنا ولا لأ إن مقاش فيه أنانية في التعامل إذا متخلق الروح الجماعية آه طبعا طبعا والاهتمام الجماعي بالله ده كمان حاجة مهمة قوي فضلا عن كل المعارف يعني إن الولاد بيتعلموا طب والأسر اللي بتخاف على أولادها هتقول لها إيه الماميز اللي بتتفرج علينا هتقول لك لا الوادها يتضيع ولا البت لا طبعا ما فيش حاجة اسم الوادها يتضيع ولا البتها يتضيع دلوقتي كمان خاصة يمكن كان زمان ممكن لكن دلوقتي في عصر وجود الموبايلات والكاميرات في كل مكان وبعدين كل الأماكن السياحية مؤمنة دلوقتي كل الأماكن السياحية فيها مراقبة وكاميرات مناسبة الحركة لسه فيها كل الأماكن ما فيش مكان سياحي يعني مفتوح كده في المطلق زي زمان لا فيه فيه كاميرات مراقبة وفيه أمن وفيه فأنتي بالعكس تبقى متطمنة أكتر من أما أنت تروح الواحدة لأنه فيه الناس مسؤولين في الإدارات المدرسية وفي المدسة عن هذه الرحلية